هذا الاسبوع الاتحاد اسوان الحياة بقيادة الكابتن مجدى عبدالعاطي الفوز التالت على التوالي عمل صحوة سعيدية كبيرة جدا مجدى عبدالعاطي بيقولك كانو الشوكو حلو عليها لما قابلتوني في المطار ما انا مش عايز اقولها والله لا هو بيقولها يعني احنا قابلناه واحنا رحيله الاخصر وهو كان طالع على الاسوار وقلنا له انت يعني ايه لغز انك بتلعب كويس وتبقى متقدم وبعدين قالوا والله مش عارف ايه مش هرده تمشي معاي من ساعتها بسم الله ما شاء الله كسب ثلاث مطشات وتعادل مطشين اه مخسرش ولا مباراة ومطشات تقيلة يعني ونتمنى انه هو يكمل كده لان انا منحاز لمثل هذه الاندية التي تسعد نصف مصر صحيح يعني السعيد بيمثلها اسوار اللي هو من وجهة نظري يعني اكتر نادي اللي بيبقى مصعيد ده مظلوم اه ليه لانه النادي اللي بيخبط المشاوير دي كلها يعني كل نادي بيروح له مرة هو بيروح للستاشر نادي صحيح على طول يعني اي فرقة وبتبقى باستمرار عنده عايز ميزانية لوحدها سيبك دي الوحدة عشان يسافر طيران يعني نقدر نقول ايه والله انو ناشد وزير الشباب ايه بتاع شركة مصر طيران او شركة اي شركة اي شركة تبقى سبونسر للفرقة دي وترعاها مقابل بس الفري تاكت ايه انما الفيزيكال الناحة البدنية اه الغربة اه انت شفت الحراءة الجو قاري الصبح حره بالليل برد جدا ده من نخرج انت على مناح تاني اه حوالي الف كيلو تسعمية حاجة كيلو تيجي عشان تيجي القاهرة بعد يتطلع اسكندرية او العق يعني هو شغر حالة الحقيقة فانا انا يعني اه اتعاطف مع ظروف اسوان ويارب يعدي طيب كمان والله يا اخي حتى تنطب تلعب كرة صحيح سموحك كابتن حمد السدي بيقول